اشتركوا في القناة صديقنا وحبيبنا صديق محمد الغاوي رحمه الله كانت تقدم بأحر تعازي للأسرة الفنية والأسرة دياله وليداته وبناته والعائلة كلها والمارس قوم تصبر والله يرحمه جدالي الرحمة كان صديق حميم لأنك تجمعني بصداقة تقريبا من 1976 ويعني في بداية الشباب ديالنا وكانت عندنا علاقة طيبة من غير الفن كنا أصدقاء لعائلة ديال وكنت كنا عارفة والد ديال والله يرحمها والواليد ديال والله يرحمه بأخوته كلهم وكانت تجمعنا واحد علاقة طيبة الله يرحمه جدالي الرحمة والله يرحمه بأخذ ، إلا الله يرحمه كبير ضعنا فيه أخونا وصديقنا وصديق العمر حوالي 40 عام أو أكثر وحنا في الميدال وكنا كتير مجموعين في الأغنية الوطنية مع الجوق الملكي أيام المغفور لها الحسن التالي رحمه الله الأغنية العاطفية وفي الميرجانات ومغنيها معهدي وأنا وياها من الألحن ديال الأستد عبدالله عصابي المغفور لها الحسن التالي رحمه الله وكانت أخر رحلة كانت فيها عشر أيام من القرقانات السنة اللي فاتس وكانت فيها عيان وكانت في الطيارة للدخل اللي نحن شدناها مربطة وكانت في الدخل أو غنى معيه في الدخل أو غنى معيه في القرقارات وآخر حاجة كانت يتصل بهم بالتليفون طباب قليوانه تصدبت الله يرحبوا قال يدخل المستشفى أحنا بني سمالينا عايعيش بجيت عندهم المستشفى أختي ورشل أختي وقالت لي رتيت جاوب معها لأراتي رمش عونات ونصحب لها عايعيش الله يرحبه بغاء الله سبحانه وتعالى بغاء الله الله يرحبه والسعلي والله يرزق العائلته الصبر ويرزق الأسرة الفنية الصبر والله يرحبه ورحنا ضعنا فنان كبير وضعنا فخونا أنا بني سبانيا ضعت فنان وصديق وصديق العمر رحنا أكثر من 40 عام وإحنا فان ميدان الله يرحبه أخويا الله يرحمه تنظن أن اليوم الساحة الفنية المغربية والموسيقية على الخصوص فقدات واحد الرمز من رموزها ومن النساء من الزيولة الأوفياء اللي يعطاول الساحة المغربية وعطاول أغنية المغربية الكتير بواحد الحب كبير وواحد الكرم بواحد الجود وواحد الإخلاص وواحد الوفاء رجل وطني وغير وخلوق جدا وقصيل ومحب المغربة كاملين وكي يعاون صغيرهم كبير وفاعل كبير في العمل الجمعوي رحمته الله على سيد محمد الغاوي يطلبوا الله سبحانه وتعالى يسكنوا فتح الجنات ويغفر الله ويوصلنا على المؤمنين يا رب العالمين يا رب العالمين لا يوأينا إليه يا راجعون كما نقول لكم كتشوفوا المصاب جلال وكتشوفوا كتشوفوا 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 الكرم الكبير للفنانين والجمار والمرحوم والعائلة مع السنة نطلبوا له غيب الرحمة وصدق الدنيا مكين لماذا نحضروا فيه اللي جاء مرحبا بيه وكتشوفوا المرحومين الفنانين لا يستطعوا وكل واحد يرى ينبع الآخر يوجد مصارين في الحياة المصار الدنياوي هو الرصيد الفني وكتشوفوا وكتشوفوا المصار الإنساني هو اللي غين يفعل الآن عند الحساب ندعو له بالرحمة والله يتاوي أخوة المرحوم وولداته والله يطرح فيهم البركة وولده صالح يدعو له خلا حفيدات خلا وولدات الله يرضى عليهم الحمد لله بقوم أذرين بعضياتهم أخوته وولداته حافظوا عليهم حتى ذاك الصورة الفنان اللي كنا نشوفها دائما لأنه كان هرم في الإنسانية دياله أنا دائما نتكلم عن الإنسانية لا يهمني المصار الفني لكل مننا عنده رأي فيه أنا كننظر للمصار الإنساني دياله يا ما فينا نوقف معهم يا ما كشتوف مستشفيات مستوصفات يا ما كشتوف في جنائز يا ما كيكون هو دائما يوقف ومن المواقف اللي جعلتني أنا ننطلق معاه ونتعامل معاه هو الموقف دياله مع المرحومة فاطيمة الله رحمها لكن كيسعى دائما أنها على الأقل الأواخر ديالها تموت بكرامة وكان الناس الداعمين والناس اللي يسعى على أنها تمتلك بيتا خاصا بها حتى الأواخر ديالها كذلك ما ننسوش الموقف دياله مع سيمو حمد عاطفي الله رحمه اللي كان معاه في المستشفى وكان معاه في الدار دياله وكان أول واحد كي يحضر القنازة وكان كي ياخد تعازم عند الأصدقاء ومن المحبين دياله هكذا سيمو حمد الغاوي الله رحمه والله يستعيليه وأنا بدي نوه بحاجة أنا علاقتي كانت بالمرحوم الله يرحمه علاقة سطحية ولكن المفاجأة الكبيرة كانت لما بعتلي بالفيسبوك شوف التواضع ومن بعد تصلت فيه وقلت له شكرا على هذه الخطوة ومن بعد لقيته عمل الرشارش على أعمالي ونوه بالأغنيات ديال للصحراء ديالنا وجاء زارني في المتعم ديالي فتعلمت منه درس كبير بالتواضع بعد ما عرفت حجمه ووزنه هو رائد من الرواد الفن المغربي بامتياز كان درس كبير بالتواضع ولهذا السبب ما كانت تبقات في قلبي وكان تواصل بناتنا في وقت كورونا للإطمئنام وتفاجأت بخبر الوفاة دياله وكان خبر صعب وجينا تنسجل هذا الموقف مع محبينه مع أهله وعائلته الله يصبرهم لحظة آسية كتير لحظة الوداع منا له الرحمة ويكون يا رب بين الصالحين بالجنة بإذن الله هذا أقل شي فينا نقوله أكثر من هاي بخلاص الحكم محمد الغاوي الله يرحمه يجدد عليه الرحمات رجل فنان رجل فمبلعار رجل طيب رجل يحب لنفسه ما يحب له غيره فالله تعالى يدخلوا الجنة النعيم مع الشهداء الصالحين الله يرحمه وهو مش آخر لقاء واحد ولا جوجوله احنا كان فيه ما يكون شي مناسبة إلا وكانت لقاوه وهو سبارك الله عليه يعني رجل كان فمبلعار ورجل غير ابتسامة ودائما صاحب النكتة وما كيهضرش في الناس والله يرحمه يجدد عليه الرحمات والموت وبابون الكل داخله اشتركوا في القناة